اليوم وزارة التجارة تتعاقد مع شركات لا نعلم بها إلا الله وهم وبأسعار تكاد تكون خيالية سيدة الفاضلة أنا أعطيك واحدة من الدلائل المهمة وزارة التجارة منذ الاحتلال إلى اليوم متعاقدة على السلة الغذائية أو البطاقة التموينية سميها ما تسميها بحوالي 83 مليار دولار أمريكي لتجهيز العراق وأبناء العراق بهذه السلة الغذائية ولم نرى حقيقة نحن كعراقيون هناك سلة غذائية أو بطاقة تموينية 38 سيد الحمداني 38 مليار دولار 83 مليار دولار حسب الإحصائيات الدقيقة للموازنة التخطيطية العراقية يعني أنا الحديث ما جاء يجيبه من جيبي ممكن تراجعون الواقع العراقية يعني هاي من إحنا ذكرت أنه من 2003 إلى حد الآن والبطاقة التموينية السلة الغذائية يوم بعد يوم ده تنقص يعني 83 مليار دولار من 12 شهر إلى أن وصلت يمكن إلى الآن ستة أو سبع سلات غذائية في السنة على العموم سيد الوزير المحترم ووزير التجارة العزيز يخرج إلى التلفاز في ظل هذه الأزمة ويقول لدينا خزين ستراتيجي يكفي لثلاثين يوما فقط بماذا سوف تغطون ما بعد الثلاثين يوم ومن أين سيتأتون لتغطية ما يحتاجه أبناء الشعب العراقي من المواد الغذائية الأساسية لماذا لا تعتمد على القطاع الخاص العراقي الصحيح والأصيل متمثلا باتحاد الغرف التجارية العراقية وغرفة تجارة بغداد لماذا مهمش هذا القطاع الخاص متمثلا بهذه المؤسسة العريقة والكبيرة التي يكاد عمرها يكون أكثر أو أقل بقليل من مئة عام وزير الزراعة يتحدث قبل عشرة أيام أو أسبوعين تقريبا بأننا باستطاعة وزارة الزراعة أن تصدر مثلا بيض المائدة يا سيدة الفاضلة بيض المائدة سعر 8000 دينار ووزير الزراعة يريد يصدر إلى مثلا تركيا أو إيران وسعر طبقة البيض في تركيا وإيران لا يتجاوز الدولار وربع يعني لا يتجاوز الـ 2000 دينار أحاديث وتخبطات كبيرة حقيقة ولربما السادة المسؤولين والسادة الوزراء يكاد أن يكون لديهم ستراتيجية خاصة بهم ورؤية خاصة بهم من أجل رسم سياسة أمن غذائي للمواطن العراقي طيب احتمعنا إلى سيد الحمداني 83 مليار دولار أمريكي من 2003 على البطاقة التموينية هذه السياسات المتخبطة اليوم وإهدار ثروة البلاد بقرارات مريبة إفشال الصناعة المحلية استشراء عمليات الفساد الموجودة على قوت الشعب يعني عدم جدية الحكومة في إيقاف هذا الطمع المحتكرين وذكرها السيد الحمداني بعض الشركات المحتكرة ونعرف المن تفضل سيد السادون والله يا سيدتي نحن نتحدث بالحلول لأنه قد نكون بذرة خير هذا البرنامج هو بذرة خير لصحو الضمير بعض من الذين امتدت أيديهم ومن أوغلوا في السرقة وفي نهب المال العام وعدم الاكتراث إلى أبسط القيم الأخلاقية والمجتمعية والذي لا تنم عن روح القيادة والسيطرة والإدارة لم تنم عن روح الإنسانية في داخلهم يعني للأسف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر